بعد أيام خمسة ناقش فيها المشاركون بعمال الدورة العادية الثالثة عشرة بعد المياه لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عدة قضايا تهم العمل العربي المشترك وتعزز مستوى تدفق الاستثمارات البينية المباشرة وغير المباشرة والمشروعات الطويلة الأمدي في مجالات الاقتصادين الأزرق والأخضر والقوانين الجاذبة الاستثمار إلى غير ذلك من المواضيع تصل أعمال هذه الدورة إلى ختامها أود أولا أن أزجي الشكر أجزله للجمهورية الإسلامية الموريتانية لكرم الضيافة وحسن الاستقبال ولما وجدناه من حفاوة بالقة تعبر عن أصالة الشعب الموريتاني وحقيقة عقدت الاجتماعات والأنشطة المصاحبة لها في جو صحي معافى وكانت ناجحة بدرجة كبيرة تعرفنا فيها على الفرص والمجالات الاستثمار المختلفة والغطاعات الأخرى الموجودة في موريتانيا والتي بها إمكانيات واعدة في المستقبل إن شاء الله ختم الدورة الثالثة عشرة بعد المئة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تميز بإعلان نواكشوط حول تجديد وتكامل الأمن الغذائي العربي تشعر المجتمعون في نواكشوط عن حال أوضاع الأمن الغذائي العربي الاهتمام الذي أبدته الأمان العام لجامعة الدول العربية ودولة الكويت الشقيقة وما صدر عن المجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته العادية الأخيرة ومقرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما صدر عن وزراء العرب في المواكشوط والمنظمة العربية التنمية الزراعية نعبر عن ترحيبنا ودعمنا لاستعداد السوداني لتجديد مبادرته في الأمن الغذائي والتكامل والعمل ثنائيا وجماعيا مع منظمة العمل العربي المشترك وندعو جميع الدول العضاء والصنادق العربية والشركاء الاستراتيجيين لدعم هذه المبادرة المتجددة في مكوناتها وسياقاتها والمتكاملة مع كافة المبادرات والاستراتيجيات المتعلقة بإمن الغذائي العربي الذي أضحى أولوية قصوى وقد توجد أعمال هذه الدورة ببرامع عدة اتفاقيات والتوقيع على بروتوكولات ستدعم الشراكة والاستثمارة في بلادنا التي ستصدف القمة الاقتصادية العربية في دوراتها الخامسة مطلع لها من مقبل ترجمة نانسي قنقر